اليوم هذه الأرقام التي تظهر أمامك الآن بالنسبة لكريستيان رونالدو تتكلم عن الرياضي الأكثر متابعة في السوشال ميديا في الوقت الحالي تتكلم عن تويتر فيسبوك يوتيوب الانستجرام هذه أثرها علينا علينا كدوري على نادي النصر على كل الأمور التي يمكن أن نتكلم عنها فيما يخص كريستيان رونالدو تتكلم عن نصف مليار يتابعونا على الانستجرام تتكلم عن 158 مليون على الفيسبوك تتكلم عن أكثر من 100 مليون على تويتر أكثر من 540 مليون متابع في اليوتيوب وحسابات النصر الحالة تحركت شفت كيف الزيادة السريعة التي صارت بكل تأكيد عبد الرحمن هي تجربة أثرية جدا لنادي النصر ولنا نحن في المملكة العربية السعودية كمشروع قائم بذاته والرياضة اليوم لا يتجزع من المشروع الوطني اليوم لم نتكلم عن كريستيان رونالدو بهذه الأرقام وبهذه التأثير الكبير تتكلم عن عبد الرحمن أنا قريت معلومة بأنه 100 مليون بحث في محرك تويتر الشهير محرك جوجل عفوا الشهير عن كريستيان رونالدو في 82 دولة خلال العشر سنوات الماضية هذا الشيء عبد الرحمن يختصر الزمن إن صح التعبير في أننا نوصل لما نحن نتطلع إليه اليوم رؤية المملكة عشرين ثلاثين الرياضة أحد أهم المرتكزات السياحة وما نهدف إليه من وصول لنا إلى 100 مليون زائر في عشرين ثلاثين تواجد كريستيان رونالدو تواجد هؤلاء النوعية من المشاهير إن صح التعبير يختصر لك الزمن عامل جذب سياحي اقتصادي أيضا فني عبد الرحمن استماعي كل الأمور هذه أنت تختصرها في استقطاب لاعب بحجم كريستيان رونالدو صحيح المبلغ كبير ولكن المبلغ ماهو كثير في إننا نحقق بعض الأهداف اللي نحتاج كثير من السنوات بين أن نوصل اليوم تواجد كريستيان رونالدو سيختصر لنا الوقت في الوصول إلى الأهداف أتمنى أن نستفيد من تواجد اللاعب في كافة الأصعدة وفي كافة المجالات عبد الرحمن كريستيان وتجربة ملهمة حتى للأجيار الصغيرة لاعب حفر في الصخر حتى وصل إلى ما هو عليه اليوم اللاعب الأغنى من حيث الدخل بعد ليبرون جومس نجم كرة السلة الأمريكية وميسي تجربة صراحة ثرية نعيشها اليوم بواقع ونتمنى أن نستفيد منها خلال الفترة المقبلة على المستوى الرياضي والاجتماعي والاقتصادي وفي كافة المجالات